السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا رب دايما تكونوا بخير النهاردة الفيديو التاني من سلسلة البقى وعلاج البقى طلبتها مني متابعة من المتابعين كانت عايزة تعرف ايه الاسباب بالزبط اللي بتظهر البقى دوت في الشقة وبيجي منين وازاي طريقة علاجه دوس دلوقتي لايك حالا وقع تنسى تدوس لايك علشان الفيديو ده يوصل لكل الناس ان شاء الله اول حاجة البقى بيجي ازاي البقى بيجي عن طريقتين اول حاجة ان انت تكون جبت عفش قديم او نقلت عفش من مكان لمكان ويكون المكان التاني اللي انت بتنقل فيه دوت متواجد فيه البقى تاني حاجة الناس اللي بتربي حمام او طيور البقى بيجي عن طريق تربية الدواجن او الحمام اه فطبعا انت ممكن بالصدفة تكون في المكان او المزرع او الحاجة اللي انت بتربي فيها الحيوانات ديت مجرد ان تقلك من المكان دوت للبيت انت كده بتنقل معاك البقى تاني البيت والبقى ده حاجة مستفزة جدا لانها بتلزق في اي خشب في اي خشب او في الملايات اللي الناس بتنامع عليها او في المراتب ودي بتبقى اصعب مرحلة اصعب مرحلة تنظيف المراتب من الحشرات ليه بقى؟ لان البقى ده بيبقى ليه دورة معينة بيبدأ ان هو يصيب البيض الصغير بتاعه موجود في المرتبة اللي انت بتنامع عليها فطبعا انت بتبدأ تحس ان انت بتتقرص وانت مش عارف ايه سبب التقريص دوت دوت اللي هو البيض الصغير بتاع حشرات البقى بيبقى موجود في المراتب ولازق طيب ايه هي الطريقة اللي انا ممكن اعالج بيها او ان انا ابعد البقى ده خالص عن البيت هي اكتر من حاجة هي بتبقى مرحلة مقرفة جدا ان انت حاسس ان في حاجة انت مش شايفها لان يعني قليل جدا لما انت بتشوف الحشرة الكبيرة بتاعتها لكن الصغير اللي هو لسه مولود دوت او اللي هو لازق في المراتب بتاعت النوم او في الخشب هو ده اللي بيبقى صعب السيطرة عليه شوية باذن الله في الفيديو دوت هقولك على اكتر من حاجة باذن الله هتفيدك وهتمحي البقى دوت من الشقة نهائيا باذن الله هنحاول نرقم الافكار شوية مع بعض علشان نبدأ نركز ايه اللي هنعمله بالزبط اول حاجة معي خالص احنا بنبدأ ان احنا نشوف كل الاماكن اللي فيها الخشب عندي في الشقة وابدأ ابص عليها لو عندي ركن او انتري بابدأ ان انا اوقف الانتري او الكنبة بتاعت الانتري او الكراسي وابدأ ابص من تحت لان من تحت الرجول بيبقى مستخب فيها البقى دوت بيبقى بكميات كبيرة جدا فانا لازم اقسم الشقة مثلا عندي اوضة اوضة ما ينفعش ابدأ في الشقة كلها لان طبعا هيبقى تعب شديد جدا وفي نفس الوقت مش هقدر ان انا قلمها كلها مرة واحدة ومش هقدر ان انا اخفي كله مرة واحدة فهنبدأ باوضة اوضة تمام هنبدأ نبص على كل الخشب اللي موجودة عندي في اوضة اوضة مثلا لو اوضة نوم هبدأ طبعا مش هينفع اولا ان احنا ننفع اوضة النوم والمادة اللي احنا هنرشها دي موجودة فمبدأيا احنا اول حاجة خالص هنعملها ان احنا هنعمل حصر للخشب اللي موجود في الاوضة ونوقف المرتبة مثلا في البلكونة لو في بلكونة عندنا نحاول نعرضها شوية للشمس دي اول خطوة المرتبة تخرج في الشمس معندناش الشمس مثلا في البلكونة ممكن نطلعها في السطوح بتاع العمارة او ممكن لو في مكان مثلا في الشقة بيخش له شمس قوية لازم نسيبها يوم او يومين للمرتبة هو هيكون عذاب طبعا ليكم بس صدقوني والله هتدعولي بعد كده بس يعني يا ريت بس تدوسوا لايك علشان الفيديو يوصل لكل الناس ان شاء الله تاني حاجة بعد المرتبة على طول ابدأ ابص بقى على الخشب واحدة واحدة انا طبعا بشيل بعد ما شلت المرتبة بشيل الملال بشيل الملال للخشب كلها وببدأ بعضو ابص فيها مبدئيا هتلاقوا فيه نقط صودة يعني هتلاقوا فيه نقط صودة كده زي ما يكون مثلا حرق بخور او حد مسلا كان عامل اخرام صودة في الملال ده طبعا دليل قاطع السواد دوت بيبقى الفضلات بتاعة البق هي اللي بتسيب علامات صودة كده وكل ما هتمسحوها هتحسوا ان هي بتطلع معاكم بس هي ما بتطلعش للأسف هترجعوا تلاقوها تاني موجودة زي ما هي فده كده بالنسبة للفضلات اللي هي بتاعة البق هبدأ برضو ان انا احطها في الشمس كل ده مش هيجيب نتيجة غير مع المادة اللي احنا هنرشها بس مبدئيا الشمس بتعمل بنسبة 2% او 3% لها عامل اساسي على الاقل لتهوية الخشب وتهوية المرتبة تمام هبدأ ان انا خلاص اركز طبعا الحشرة الكبيرة بتاعته بتكون واضحة جدا هتشوفها يعني انت هتلاحظها في المرتبة او هتلاحظها على الخشب او هتلاحظها في اماكن معينة وهو دايما بيختار الاماكن اللي فيها تنايات اللي فيها تنايات ازاي تنايات يعني مثلا لو انتم عندكم المرتبة اللي هي السفينج المرتبة السفينجي دي بيكون فيها زوايا هو دايما بيكون مستخبي في الزوايا دايد يعني مش هتلاقوه في نص المرتبة او في اول المرتبة لا هتلاقوه في الطروف او الزوايا بتاعة المرتبة تمام فابدأ أبص في الأماكن دي كويس أول حاجة هعملها أو أول خطوة بنسبة للمرتبة بعد ما هطلعها من البلكونة ونفس كلام الملل تمام هكون جاي بمية مغلية مية مغلية جدا وما تخافوش على الخشب ما تخافوش على الخشب هكون جاي بمية مغلية كويس جدا وهكون جاي بحتة بيضة وهبدأ أننا في الأمسح الزوية كلها بتاعة المراتب همسحها كلها بالمية المغلية وبرضو هدخلها في الشمس تاني هي والملل تمام وهبدأ أمسح الخشب بتاع الأوضة بالمية اللي هي سخنة ما تخافوش الخشب مش هيشق ولا هيعمل تعبئة ولا أي حاجة خالص بعد التهوية هبدأ بقى أن أنا أجيب المنتج بتاعي اللي هو الجاز ايه هو الجاز عشان فيه دول عربية كتير ما تعرفش ايه هو الجاز هو الكيروسين الخام الكيروسين الخام بيباع عند مين؟ فيه ناس بتسأل عند الناس بتاعة الكيمويات الكيمويات بالنسبة للناس اللي عندنا في مصر طبعا انتوا عارفين الجاز بيتجاب منين؟ فيه ناس كتير بيبعو عندنا وفيه أماكن بتوع كيمويات بس لازم يكون خام يعني انتوا لو هتجبوه قلوله خام لأن فيه جاز بيكون مخفف بيكون محطوط عليه مادة كيموية خفيف لا أنا عايز التقيل التقيل هو اللي بيعمل نتيجة صح 100% طيب إيه هي بقى وهبدأ أعملها إزاي؟ هبدأ أمسك أول حاجة خالص المرتبة طبعا إزاي هتقولوا جاز والريحة والكلام ده كله كل ده مع الوقت بيروح أنتوا بعد يومين من قفلة القوضة هتبدأوا النيتو تهووها وهتكونوا بداتوا في بقية الشقة كلها فأنتوا أول حاجة هتمسحوا بالجاز دوت إحنا كده عملنا الأول مية مغلية وحطناها في الشمس بعد كده خرجناها بعد يوم ومسحنا بقى الخشب بتاع القوت نوم كلها كلها بحتة مبلولة أو بحتة مليانة من الجاز أبدأ أمسح الخشب كويس جدا بكل تفاصيله وأجيب الزوايا اللي مستخبية يعني لو قطي أنهم فيها أماكن صغيرة مش متدخلة حوالين بع أبدأ أن أنا برضو أعافر وأن أنا أوصلها علشان خاطر ما يكونش فيه حاجة مستخبية في وسطها تمام؟ يبقى هجيب الجاز وهغرق كل حاجة خشب عندي ومن المرتبة هبدأ أن أنا أمسحها كويس جدا تمام؟ دي كده بالنسبة للمرتبة هقفلها يومين بالضبط وبعد اليومين دول هبدأ أن أنا أجيب دي تول وامسح المرتبة تاني أنا بتكلم بالنسبة للمرتبة هجيب دي تول وهامسح المرتبة كويس جدا 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 بالدي تول بعد اليومين اللي أنا عملتها بالجاز ونفس الكلام هعيد في الخشب بتاع قط النوم برضو بالدي تول وبعد أسبوع هبدأ بقى أمسح الأوضة ذات نفسها بالجاز الريح هتبقى صعبة شوية بس أي ستة هتمسح لازم تمسح بالجاز صدقوني الخطوات دي والله لو اتبعتوها بإذنك يا رب بإذنك يا رب مش هتلاقوا البقى ده موجود عندكم تماما صدقوني بجد والله 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 دي عن تجربة شخصية أنا جربتها ويعملوا كل الحاجات اللي أنا قلتها دي نفذوها على بقية العفش سواء صفرة أو نيش أو أي حاجة خشب وركزوا في الأنتري أو الركنة اللي هو بيكون من تحت من ناحية الرجول بتاعة الأنتري أو الركنة لأنهم بيستخبوا في المكان ده حاولوا تلأول تعملوها بمية سخنة لأن المية السخنة ما بيقدرش يتحملها أو الحرارة ما بيقدرش يتحملها البقى دي أول حاجة تاني حاجة هتمسحوها بالجاز وتعملوا الخشب كله وتمسحو كل قودة من القودة بالجاز علشان خاطر لو ينفع تسيبوا الشقة يوم أو يومين وانتوا بتعملوا كده ماشي ماشي هينفع تبقى قودة قودة وتعودوا في القودة التانية مثلا وانتوا بتنظفوا القودة الأولانية بالنسبة بقى للميلايات الميلايات طبعا أنت مش ضمنة الميلايات اللي عندك وصل لها البقى ده ولا لأ جوا الدولاب لأن الدولاب أكيد وصلت له حشرات من البقى فأنت هتعملي ايه هتجيبي الميلايات كلها اللي انتوا بتناموا عليها وتبدأوا تغلوها أو تعملوها على مية سخنة وبإذن الله هتكوني النتيجة كويسة جدا جدا معاكم بإذن الله يبقى هرجع معاكم الخطوات من الأول أول حاجة خالص إن احنا بنهوي الحاجات اللي احنا بننام عليها المراتب والخشب والملل وبعد كده بغليها بمية سخنة كويسة جدا بدرجة حلالة عالية جدا لأن البقى ما بيستحملش درجة السخنية وبعد كده بابدأ إن أنا أمسح بالجاز الجاز وبس ما فيش أي كيمويات تاني حتى المسح اللي احنا هنمسحه لازم يكون بالجاز وابدأ إن أنا كل الميلايات اللي احنا بننام عليها أغليها بمية سخنة واركز في الرجول بتاعة الأنتري والرقم برضو بمية سخنة أمسحها الأول وبعد كده بابدأ إن أنا أحط عليها دي طول وبعد كده جاز والجاز أهم حاجة في كل دول لأنه هو بيقضي أول حاجة على البويضات الصغيرة اللي موجودة بتاعة البق تاني حاجة بيقضي على الحشرة الكبيرة اللي هي الأم لأن البق بيتقاصر بنسبة كبيرة جدا على كل حاجة خشب عندك في الشقة فلازم تاخد حذرك كفاية جدا وتعمل الخطوات دي وبإذن الله بإذن الله بإذن الله هتدعولي إن شاء الله دي عن تجربة شخصية حصلت معايا وأنا سمعت كلام ناس كتير جدا وجربت كل حاجة ودي التجربة الشخصية اللي حصلت معايا من خلال سنتين تقريبا والحمد لله بقالي سنتين هوت ما حصلش أي حاجة خالص فبإذنك يا رب أنتوا قمشوا على الخطوات زي ما هي كده بالزبط وبإذن الله ربنا هيشيل عنكم الهم والأسى دوت بإذن الله متشكر جدا لكم إنكم تابعتم الفيديو للآخر بس لو كنت لسه ما دوستش لايك دوست لايك ولو لسه أول مرة بتتباني اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان إن شاء الله يوصلك الجديد أول بأول متشكر جدا لكم ومع السلامة